كشف المدعي العام البرازيلي للجمهورية البرازيلية رافايل بروم في مقابلة خاصة مع أخبار الآن كشف أن أخطر تنظيمات الإرهابية التي تهدد بلاده هي قاعدة وداعش كبير المسؤولين القضائيين في البرازيل استعرض أيضا في معرض حديثه خطط السلطات البرازيلية للتصدي لإرهاب تنظيم القاعدة وباقي الجماعات الإرهابية مثل داعش المدعي العام البرازيلي قال أيضا أن السلطات القضائية البرازيلية بدأت التحقيق مع متطرفي تنظيم القاعدة وداعش من خلال محادثاتهم عبر وسائل الاتصال الافتراضية التي أثبتت تواصلهم المباشر مع قياديين خارج البلاد في تنظيمي القاعدة وداعش بشكل أساسي وأفاد بأن متطرفي تنظيمي القاعدة وداعش فشلوا في تنفيذ هجماتهم الإرهابية بسبب فطنة الشرطة البرازيلية مشيرا إلى أن مجرد انضمام شخص لهذه الجماعات وتبني فكريا المتطرف مع النية الحقيقية لتنفيذ أعمال إرهابية هو كاف للإدانة بالنسبة للقضاء البرازيلي المسؤول القضائي أوضح أن الاستقطابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو شكل من أشكال العمل المعروفة لدى تنظيمي القاعدة وداعش تفاصيل أوفة على لسان المدعي العام البرازيلي الذي حاوره الزميل عبيد أعبد في البداية استهلت السلطات البرازيلية تعقب الإرهابيين عبر محادثات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات افتراضية أثبتت وجود محادثات مباشرة مع الإرهابيين المنتسبين إلى المنظمات الإرهابية المعروفة والموجودة خارج البرازيل والتي حاولت إدخال أفكارها المتطرفة إلى المجتمع البرازيلي وهي بشكل أساسي تنظيمي القاعدة وداعش كانت هناك انتقادات حقوقية لنا لكوننا نتهم هؤلاء الشبان بناء على تواصل عبر وسائل وهمية وليس في الواقع الحقيقي إضافة إلى أنهم لم يقوموا فعلا بعمل إرهابي ولكن بالنسبة للقضاء البرازيلي لا نهتم بهذه الانتقادات لأن مجرد انضمام شخص لهذه التنظيمات الإرهابية وتداول فكرها المتطرف مع النية الحقيقية لتنفيذ أعمال إرهابية هو كاف للإدانة بالنسبة للقضاء البرازيلي العمل على مواقع التواصل الاجتماعي شكل من أشكال العمل المعروف لدى تنظيمي القاعدة ثم داعش فهم يقومون بنشر أفكارهم المتطرفة بهدف تنفيذ أعمال إرهابية لأن أي شخص يمكنه اعتناق هذه الأفكار المتطرفة دون الحاجة لوجود اتصال مباشر وهناك العديد من الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء العالم التي نفذها أشخاص لم يكن لهم أي اتصال فعلي مع هذه المجموعات الإرهابية المنظمة وفي حالة البرازيل حدث نفس الشيء لم تكن لدى هذه المجموعة البرازيلية أي اتصال مباشر مع تنظيمي القاعدة لكنهم قاموا بتنظيم أنفسهم في خلية خاصة لتمثل التنظيم وتحمل أفكاره وتنفذ هجمات إرهابية باسمه